الى بغداد حيث اتفقى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني الذي يزور العراق للمرة الاولى منذ نحو ثلاث سنوات على العمل على حل الخلافات بين الجانبين في محاولة لحلحلة المشكلات العالقة بين الطرفين اتفقى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني الذي يزور بغداد للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات على العمل لحل الخلافات بين الجانبين المالك من جانبه قال خلال مؤتمر صحفي في المدينة الخضراء إنه اتفق مع البرزاني على العمل لتمرير القوانين المعطلة في البرلمان وخصوصا قانون النفط والغاز إلى ذلك قال برزاني إنه بحث مع رئيس الوزراء المالك كفتى أوجه التعاون والعمل المشترك بين الحكومة المركزية والإقليم مؤكدا في الوقت نفسه على الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب العراقي لتصدي لكل ما يهدد أمن العراق وتعتبر زيارة برزاني إلى بغداد هي الأولى منذ عام 2010 كما جاءت تتويجا لزيارة المماثلة قام بها قبل أسابيع رئيس حكومة الإقليم نجرفان برزاني وجار خلالها مناقشة الخلافات بين بغداد وإربيل والتي تدور خصوصا حول عائدات النفط والموازنة العامة جدير بالذكر أن زيارة مسعود برزاني إلى بغداد تأتي في وقت يخدع فيه جلال طالباني أول رئيس كردي للبلاد لعلاج من جلطة في الدماغ في ألمانيا منذ نهاية العام الماضي الأمر الذي دفع بأطراف سياسية إلى المطالبة بانتخاب رئيس جديد للبلاد ترجمة نانسي قنقر